ترجح الكفة لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ويعلن منافسه الجمهوري دونالد ترامب أن فوزه سيكون سهلا إذا تم احتساب الأصوات القانونية مشيرا إلى عدم اعترافه مجددا بشرعية الأصوات عبر البريد خاصة بعد عدم السماح للمراقبين بأي شكل من الأشكال على حضور الفرز وبالتالي يطالبوا باعتبار الأصوات التي احتسبت خلال الفترة الماضية غير قانونية لا يكتفي ترامب عند هذا الحد يصاعد من حدة خطابه ويؤكد أنه سيرفع دعاوى قضائية كثيرة ضد نتائج الانتخابات وضد النظام الأمريكي الذي وصفه بالنظام الفاسد والمتواطئ مع الديمقراطيين مؤكدا أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات حسب تعبيره لا يبدو أن السباق إلى البيت الأبيض بين بايدين وترامب يسير بالسلاسة مع التقارب الشديد في عدد الأصوات إلا أن أي منهم لم يصل إلى العدد اللازم لتحقيق الفوز بانتظار إعلان نتائج ما بقي من الولايات المتأرجحة وفي حال فاز بايدين بأصوات الناخبين بجورجيا فسيكون أقرب من أي وقت مضى إلى البيت الأبيض وتشير التقارير إلى أن الكفة ترجح لصالح بايدين في تلك الولايات التي يراها المراقبون بيضة القبان في حسم جدل الانتخابات الأمريكية ويتوقع فوز بايدين مجرد حصوله على غالبية الأصوات في إحدى الولايات المتأرجحة وتبقى الدعاوى القضائية التي قدمها ترامب مشاككا في نزهة الانتخابات محل جدل في إعلان من سيكون سيد البيت الأبيض